واقع مترد تعيشه الصحافة في العراق في ظل عمليات الاستهداف وتكميم الأفواه التي تمارس لخنق الكلمة وحجب المعلومة فقد باتت الصحافة المهنة الأخطر في البلاد بعد تعرض العديد من العاملين بها إلى عمليات قتل وخطف واعتقال متكررة فضلا عن الاعتداءات والتهديدات التي تطال المؤسسات الإعلامية بشكل مستمر وهذا المصور ماستي قاعد يقتادون قدامي 233 حالة اعتداء طالت الصحفيين خلال عام 2021 بحسب جمعية الدفاع عن حرية الصحافة بينما يحتل العراق المرتبة 163 من أصل 180 دولة في مؤشر حرية الصحافة أرقام تكشف الحال الذي وصلت إليه الصحافة في بلد بات يصنف بأنه الأخطر على العمل الصحفي على مستوى العالم ويعزو إعلاميون وناشطون زيادة الاعتداءات على الصحافة إلى اتساع ظاهرة الإفلات من العقاب بينما تتخذ الأجهزة الأمنية موقفا متفرج فيما يخص التهديدات المستمرة التي تلاحق الصحفيين فضلا عن محاولة الحكومة إضعاف المؤسسات المدافعة عن الصحافة الحرة من خلال مقترحات مشاريع تحجم حرية التعبير وإذا كانت الصحافة تعرف بأنها مهنة المتاعب فإن الوضع في العراق لا يشبه ما يحدث في باقي مناطق العالم فما تزال ماكنة القتل والخطف تطال الإعلاميين دون اعتبار للمهمة الجسيمة التي يقومون بها في نقل الحقائق والمعلومات إلى الرأي العام أو احترام لحقوق أساسية من حقوق الإنسان كالحق في الحياة والحق في الحرية والتنقل والعمل والحق في الاتصال والإعلام استداف ممنهج للكلمة الحرة وخنق لأي صوت معارض واقع مؤسف تعيشه الصحافة في العراق لتتعرض صورة الحقيقة للتغييب أو التحجيم في ظل هيمنة أحزاب السلطة على العديد من المؤسسات الإعلامية وعمليات التهديد والتضييق التي تمارسها الميليشيات لحماية نظام سياسي يجثم على جبل من الفساد والانتهاكات